أنتقل بك عزيزي الطالب إلى العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس وهو بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل هذا العنصر أساسي في فهم الدرس فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها فضل عظيم ومكانة مرموقة في دين الله وهؤلاء الذين يقومون بها إنما يسيرون على ما كان عليه أنبياء الله عز وجل فينالون المنزلة الرفيعة لتأسيهم بالأنبياء والمرسلين لما كان للدعوة من أهمية بالغة في دين الله وأثر كبير في إصلاح البشرية فقد جعل الله تبارك وتعالى لأصحابها شرفا عظيما فشرف القيام بالدعوة إلى الله من تشريف الله عز وجل لهم حيث جعل لهم المقام الرفيع بل جعلهم أئمة يهدون بأمر الله تبارك وتعالى يقول سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هذا هو مسلك رسل الله عز وجل وأنبيائه وعلى هذا المسلك سارت دعاة منذ أن كان هناك دعوة في الأرض وإلى قيام الساعة فضلا عن هذا كله فقد جعل الله تبارك وتعالى لأصحابها أي للدعاة أجرا عظيما ومنزلة كبيرة ومقاما كريما في الآخرة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما للدعية من أجر عظيم وثواب دائم ونماء في حياته كلها في الدنيا والآخرة وتعاضم في ثوابه ما دام آثر دعوته قائما في الخلق ونفعها جاريا بين الخليقة من بعده بعد مماته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد ربط بين أداء الداعية وآثر دعوته فجعل لدعوته آثرا عظيما يذكر بعد مماته وأي فضل وأي مكانة يحصل عليها الدعاة إلى الله فيا حبزة لو سار على هذا المنوال طلابنا وأبناؤنا عندما يتبوؤون المكانة العالية وعندما يصلون إلى درجة عالية من الوعي والفهم لدعوة الله عز وجل لكل عمل يقوم به الإنسان أهداف وغايات يتجه إليها بفكره وأراني الآن عزيز الطالب أشدك شدا إلى إبراز نقطة هامة وهي الأهداف والغايات المرجوة من وراء الدعوة إن لكل عمل يقوم به الإنسان هدف وترنو إليه نفسه ويبذل جهده في تحقيق هذا الهدف وعلم أصول الدعوة من وراء دراساته أهداف عامة وأهداف خاصة نستطيع تقسيمها إلى قسمين أهداف عامة وأهداف خاصة وسأقف بك عزيز الطالب على ما يقول إليه أمر هذين القسمين في الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر